دكتور عبد الرزاق مقري في المراجعة السابقة انتهينا إلى تبني المؤتمر الخامس لما قدمته في الكتاب الذي وزع عليهم وأنت ترشحت أو تقدمت للرئاسة بناء علي الآن تم تبني هذا وأصبح خطة للحركة نعم بشكل تلقائي لم يكن هذا الكتاب وثيقة من وثيقة المؤتمر لا أنا وزعته في ساحة المؤتمر هنا عندنا ساحة باع في الكتب فكنت الأخوي جوا أمضي لهم الكتاب ويقرؤونه وكذا ولكن أنا كنت عضو قيادي في الحركة أنا كنت نائب رئيس حركة وكنت أشارك والإخوة كانوا يشاورونه كثير ويركزون في التشاور معي لأنهم كانوا يتوقعون يتوقعون بأنه سأكون أحد مرشحين أو ربما حتى رئيس حركة فكانوا يعطون اهتمام كبير للتشاور معي فكنا نتحدث فيها فإذا قلت بأن المؤتمر ضبط الخط السياسي بهذه الطريقة وضبط الخط الاستراتيجي بأن العمل يجب أن يكون متوازنا بين ثلاث وظائف أساسية لها الوظيفة الفكرية والسياسية والوظيفة الدعوية والتربية والوظيفة الاجتماعية والمجتمعية إذن ضبطت هذا الأمر هذا وكان العنوان الكبير للمؤتمر حركة تتجدد وطن ننخص انتهى المؤتمر واخذينا مدة شهر لتشكيل المكتب التنفيذي الوطني فشكلنا المكتب التنفيذي الوطني وبعد ذلك أعرضنا الخطة الخماسية الخطة لخمس سنوات الخطة الخماسية كانت فيها بطبعها الرؤية القيم والرؤية والرسالة وكانت الرسالة هي جمع القيم المعروفة عند الحركة ببعد الإسلام وبعد الوطني وغير ذلك والقيم هو نحو الريادة الحركة الآن بعدما خرجت من كل أزمتها الآن هي صوب الريادة أنها تكون رائدة في المجتمع الجسائري أن تأخذ المبادرة في المجتمع الجسائري هذا هو الطموح الآن الحركة لا بد أن تكون رائدة ولا بد أن تحقق نتائج كبيرة وهي متسلحة بتجربتها وبخبرتها وبمعاناتها وبعلاقاتها وغير ذلك وبعد ذلك قسمنا المحاور على المحاور الثلاثة المحاور السياسي حطتنا في الرؤية تعنا ماذا نريد أن نحقق في الأمل السياسي والدعاوة والطربة والمجتمعين وحطينا على قرابة أربعين مشروع عنوين المشاريع فقط أربعين عنوان لمختلف المشاريع في الجانب السياسي والفكري في الجانب الدعاوة والطربة وفي الجانب المجتمع ما يتعلق بالمجتمع المدني وصادق مجلس الصورة على الخطة تقريبا بالإجمع إذن تلاحظ أننا خرجنا من الاستخدام هذه المشاريع بدك تشغل فيها كل أفراد الحركة وبعاني جايك بعدين خلاص المجلس الصورة صارت عندنا خطة خماسية برؤية جديدة بنفسية جديدة بمعنوية جديدة بواقع جديد وبالطبع من بين المشاريع التي عرضناها الأساسية هي مشروع الوحدة يعني بقيت الوحدة في أجداننا وفي فكرنا لم يصبح أمر يعني يؤرقنا لانشقاق ما صار شيء شاغلنا لم يصبح شيء أن يشغلونا الوحدة مع مين الوحدة مع إخواننا اللي كانوا معنا في الحركة سوى التاج تاج سبعدناهم الوحدة لماذا؟ لأنه أصبح يقول أنا لست حزبا إسلامي والأغلب الساحقة فيه لا علاقة لهم بالطيار الإسلامي على الإطلاق خلاص انفصل تماما أصبح انفصل حتى على الفكرة يعني لم يصبح ضمن السياق الإسلامي ولكن بقي التواصل بيننا وبين إخواننا اللي راحوا له يعني فقلنا إذا فيه يعني عمل معهم أو تنسيق أو واحدة مع أشخاص ولكن صار عندنا مشروع وحدة مع الحركات الحركات الأخرى يعني بالأساس ما نسمع نحن بمدرسة الشيخ معفض نحنع أو الحركات الإسلامية الأخرى طبعا أنتم داخلين الآن في اتلاف مع تنتين منهم اللي هو في المجال النيابي في مجال النيابي ومكن يكون هذا نقطة انطلاق نحو تعزيز مثل هذا التعاون نعم فإحنا إذن شكلنا بعدين رحنا إلى هذه العنوين في الخطة فاصلناها ووضعنا لكل مشروع بطاقة وبدأ أن يشكل فرق العمل بدأ أن يشكل فرق العمل فصار عندنا زخم من الإخوة يتحركون في مختلف المجالات يمكن أن أقف عند هذا المشروع الوحدة يعني كيف ما صيره الآن الآن تتواصلون مع الناس اللي خرجوا من الآن نعم فيه تواصل وقبيل مجلس الشورى كان فيه قبيل المؤتمر الخامس كان فيه مبادرة قام بها الشيخ الددو ذكر الله بخير من موريطانيا من موريطانيا والأخ محمد الحمداوي اللي كان رئيس حركة الساحة التوحيد سابقا وهو لازل قيادي فيها بمبادرة منهم بنسقوا بين الأخ عبد المجيد والأخ بجرة وعرضوا عليهم الوحدة وكان شيخ بجرة متحمس جدا للموضوع متحمس جدا للموضوع وأعطاهم الموافقة المبدئية أنا قبلها قبل هذا المبادرة التعدد وكان التقى بيه الأخ عبد المجيد يعني هو بطرب منه وفي ذلك الوقت بدأت تقع مشكلة بينه بين الإخوة اللي صاروا بعدين حركة البناء بدأ يقع مشكل كبير بناتهم يعني وأنا أدخل في تفاصيل ما بينهم لأنني لا أعرف بالضبط ما يوجه لكن علمت يعني بأن طبعا أعرف التفاصيل ليس الدقيقة لدي أخشان أخطئ لا وليس مجالنا لا وليس مجالنا هذه لابد أن واحد منهم يتكلم عنها نعم صحيح ولكن الجميع كان يعلم بأن بدأت تقع مشاكل هل هو أقرب إليكم؟ الآن أقرب إلينا فهو كان مشكل بينه وبينهم يعني وتدخل الإخوان كذلك في الإخوة المسلمين يعني بينهم مكتب الإرشاد بين الطرفين فهو اتصل بي أو بوسطات يعني فالتقينا التقينا في بيت واحد من إخواننا يعني كان حاضره هو ومعها واحد من من الإخوان الذين معه وأنا كنت أنا والأخ الأخ جعفر شلي والأخ بوكر قدودة وعرض علي مقترحا قال لي الأخي عبد الرزاق هو أظهر انزعاجه الكبير على الذي وقع ومثلنا جميعا يعني الندم على الشيء الذي وقع بيننا وكان فيه يعني اعتراف بيننا جميعا بأن هذا الذي وقع ما كان له أن يقعه كذا والأخيره ونحن خاسرين جميعا يعني هو هكذا أصبح يقول أنا خاسرين جميعا وعرض رؤيها قال لي أنا أقترح ما يلي أن يكون هناك معتمر توافقي بالتوافق ليس بالديمقراطية يعني وقيادة جماعية لمدة ستة أشهر وأقترح أن يكون شيخ مصطافى لمرحل انتقالتها ستشهر مدام الإخوان في مكة البرشاد يعني يسرون عليه وبعدين بعد ستشهر معتمر ديمقراطي ويفصل يفصل في الموضوع بشكل واضح يعني يعني أقول لي كان رئيسكم ونغير الاسم اسم حركة المجتمع السلم قلت لأخي عبد المجيد يعني من ناحية المبدأة هذا رأي عاقل هذا رأي عاقل يعني وقابل للنقاش قبل انفصال مجموعته قبل انشقاقهم قبل انشقاق الجماعة أنا سألت هذا السؤال القتل أخي عبد المجيد طيب وهل الإخوة اللي معاك اللي يرى الآن يوافقون على ذلك قال هذا يتركهم لي قال يتركهم لي وإذا تحقق هذه الوحدة يعني الجميع حتى من نريد الوساطة بيننا من إخواننا خارج الجزائر يعني سيقبلون هذا الموضوع طبعا في تلك المرحلة لم أكن رئيس حركة يعني عاد انضاج بهدوء عاد انضاج بهدوء فهو فالعقل بعدين صارت في المبادرة بيد شيخ بجر لأنه لما دخل الشيخ ضده محمد الحمداوي وقع قابول في الموضوع وطرح علينا الشيخ بجر هذا الموضوع يخوه في المكتب الوطني قابلوا قابلوا الوحدة مع عبد المجيد وتم امضاء وثيقة مبدئية للوحدة بيننا وبين التغيير هذا شهر قبل المؤتمر أنا في وجهة نظر تاعي يعني كنت أود لو يكون الأمر هذا بعد المؤتمر يعني نحن لا ندري كيف ستكون تركيبة القيادة بعد المؤتمر ونحن كان نريد أن نلزم يعني من يكون في القيادة المؤترة ولكن مسألة الوحدة لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها يعني بعد المؤتمر مشينا في هذا الموضوع بأننا نسير للوحدة يعني وبدأت يعني هنا أعلنت للإخوة قتلهم هذا مشهور الوحدة أنا قانع به وإذا تحقت الوحدة وكان المطلب أنني أستقل من حركة المجتمع السلم أنا على استعداد وأعلنت هذا في تجمع أمام الناس وسائل الإعلام حاضر إذا فيه فرصة الوحدة أنا جاهز لا عندي أي مشكلين حتى إشكالين و زرت للإخوة في البناء كذلك لأن بعدين هما اختلفوا وانقسموا وانقسموا كلية فصار إذن الحديث مع الطرفين فنحن شكلنا مع إخوانا في التغيير لجنة لا تزال تشتغل إلى الآن في هذا الموضوع ولكن فيه إخوة آخرين في إخوة البناء فزرتهم بعد ما صرت رئيس بيوفد كبير وبعد محاولة كبيرة شيخ مصطفى عدة مرات واني حاولت تصل بي ولقيت صعوبة كبيرة إلى أن رسلتهم مع واحد من مدينة البوليدة قلت له يخبرك الأخ عبد الرزاق بأنه سيأتيك إلى بيتك ويدخل عنوة لبيتك سأأتي للبيت فهو لما وصل الخبر دير لموعد في المقر مقرة البناء ومقرهم بيجرب بيتي في نفس الحياة التي أسكن فيها وقلت له وقلت له وقلت له الشيخ مصطفى قلت له أصبح واضح الآن لسبب الخلاف بيننا لا معنى له ولا يوجد أي سبب على لش نختلفه الإطلاق وهنا الآن في ظروف جديدة فأدعوك الشيخ مصطفى إلى لوحدها أدعوك كان حاضر وفد من عندنا رئيس مجو الشورى نواب نتاعي نائب من النواب بعضها مكتب وطني وما حاضر مع الأشخاص الأساسية اللي معه قلت له شوفها الشيخ مصطفى قلت له أنا أدعوك لوحدها وقلت له هذه القصة التي تقولها لأنه ماذا صار يقول قال الذي يريد أن يلتحق بنا أو يريد أن يكون من الإخوة المسلمين ويريد الوحدة عليه أن يترك حركة مجتمع السلم ويأتي فردا أذكرتني تذكر في مكة في اجتماع مكة في اجتماع مكة صحيح فيأتي فردا قلت له يا شيخ مصطفى هذا الكلام لا معنى له لا عقل لا فيه أي معقولية وهذا الأمر الذي قالو أنه جمعة الجبهة للسلام الإنقاذ في بداية تسعينيات حلو حالك وتعال وقلت له بعدين نخبرك شيخ مصطفى أنا قد أفتيت لمن معي في الحركة بأنه لا يجوز هذا لأنه هل يجوز يا شيخ مصطفى شرعا بناء موجود شامخ هو المعروف في الجزائر بهياكله ومقراته شوف الحركة الوحيدة التي عندها مقرات في كل مكان في ناحية بالتحرير التي هي مسنودة من الدولة والتجمع الوطني الديمقراطي أما على مستوى الأحزاب الأخرى الحركة الوحيدة التي لها مقرات في كامل الجزائر بكل مكان حيثما ذهبت ستجد بيت حركة المجتمع السلماني حتى أن بعض الأحزاب يعني يحبوا يجتمعوا عندنا يعني نحن نستطيفهم قلت له أنت تريد حركة بانتشارها في كل مكان بهايكلها برجالها بنسائها بمقراتها بمنتخابيها بجمعياتها بتاريخها بسمعتها بعلاقاتها تريد أن تهدها هدا ونأتي إلى حركة نحن لا نعرف إيش هذه الحركة هذه مجموعة قلت له هذا لا يجوز شرعا شيخ مصطفى هذا لا يجوز قلت له أنا أدعوك للوحدة وإذا عدت مشكلة للقيادات أنا أقول لك أنا مستعد إذا اتفقنا عن قيادة أنا أستقيل ما عندي مشكلة يعني وبعدين قلت له شوف قلت له شوف الشيخ مصطفى أنا أذكرك بأنك حينما تكون في قبرك لن ينفعك لا مكتب الإرشاد ولا الخاوة اللي نعم قدامك لخاوة اللي كانوا حاضرين معها وما أصدقاء نعرفهم لأننا تحرج بعضنا لبعض قلت له الخاوة اللي رأهم جلسين معك هذا وفي قبرك لن ينفعك ولن ينفعك مكتب الإرشاد ستسأل عن نفسك إذا أنا أدعوك للوحدة فقلت أثر تأثر تأثر كبير قال لي وش معنا عباد كيف ندير قلت له ما عليش نتشاور وقال لي إذا أنتم ما أكتبوا ورقة ونحن نكتب ورقة ونلتقي إحنا خرجنا سعداء وفرحانين ما شاء الله ورقة هذا تسويف لا ولكن قلنا ممكن فيه فإذا به واحد من إخوة الحاضرين لا أذكر اسمه خبرني خبرني بشأن الأخ عبد مجيد قال لي سمعت يتحدث على هذا اللقاء يعني اللي يعني اللي أحضرناه بشيء من بشيء يعني سلوب غير يعني غير غير محبب يعني وحدثني الأخ عبد مجيد الأخ بوجرة قال يلتقي هو الأخ حمد دان على كل حتى تكون اسمه واضح يعني هو قال يلتقي بحمد دان في 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 وقال يحنا كنا نظن بأن إخوة جايين على أمر مهم فإذا بيهجون يحدثون على الوحدة إيه هذا الذي قاله ما الذي يمكن أن يكون أهم من الوحدة وبعدين أنا أقرأ في وسائل الإعلام في جريدة من الجرائد الشيخ مصطفى يقول بأن مقرأ إذا يريد الوحدة عليها أن يلتحق فردا بالحركة بالبناء إيه فهنا غلق الباب غلق غلق الباب وما عندهم أعضاء أعضاء كثير يعني لا أعضاء بمقارة بالحركة يعني بايت كل البعدين بايت كل البعدين فغلق الموضوع إحنا أنا بعدين في نفس الوقت في نفس الوقت ونحن في هذه الصيرورة المساعدة الوحدة الإخوة في حركة النهضة قرروا في مؤسساتهم بالإجماع أن يتحدوا مع حركة المجتمع السنم ووحدة الاندماجية صحيح إخوة في حركة النهضة نعم فأخبرونا بهذا فأخبرونا بهذا إحنا قلنا نحن الآن بصدد مشروع مهم مع أجمة التغيير فأعطونا الفرصة حتى نسوي الموضوع معهم هذا قرار جيد منهم هم في الحقيقة لم يحبذوش الجواب بتاعنا قال طيب لماذا لن نتحد ثلاثتنا معا إحنا وإياكم التغيير الإخوة في التغيير قالوا لا قالوا خلوا الأمر بيننا وبينكم وهذا الأمر يؤجل فحنا حفاظنا على الكلمة التي كانت بيننا بين الإخوة في التغيير ونواصل مع النهضة الكورة عندنا الحق يقال الكورة عندنا في النهضة قالوا لدينا قرار بالإجماع بأن نكون في وحدة اندماجية لكن أنتم تنتظرون ما سيجي بينكم وبين التغيير مع الإخوة في التغيير وهذا ما العوائق التي جاء لها بعدين كتبت وثيقة وعطيت لإخوان في الحركة الإسلامية خاصة تغيير البناء التصور عام للوحدة بأن نحن نسير كالآتي إذا توافق إذا قبلت الوحدة الاندماجية نحن جهزين إذا ما قبلت وحدة الاندماجية ننسق نمشي في التنسيق إذا ما قبلت التنسيق نتفق على الخطوة الأدنى التي لا نكون تحتها وهو كف الأذى كف الأذى الآن نحن في الحركة الإسلامية بحال غير مسبوق العلاقات أروع ما يكون بين الجميع بين الجميع لما عاد هناك قيلوا قالوا فعلوا رد فعل بين الجميع وهذه مساهمة الجميع وكأن كل الحركة الإسلامية وصلت إلى مستوى من النضج بحيث خلاص ما عادش فيه وهذا أصلا مصدر قوة للجميع صحيح فإذا كيف الأذى وصلنا إليه التنسيق وصلنا إليه على مستوى البرلمان مثل ما حدثت على مستوى فلسطين بين وبين نهضة نحن ماشي بعيد فلسطين تقريبا شيء واحد في فلسطين في الملف الفلسطيني على مستوى الشباب مثلا من أجل قدس كذلك أسسوها شبابنا شباب النهضة وماشية كذلك عندها فروع في 35 ولاية من 48 يعني ماشية بشكل جيد وعندنا في التنسيق السياسي مع جاب الله والنهضة في تنسيق حرية الانتقال الديمقراطي وعلى مدى أوسع كذلك مع البناء والتغيير والجبهة الإسلامية الإنخاط إذن الآن حركة إسلامية صارت موجود بينها تنسيق بشكل غير مسبوق وهذا تطور كبير الحق في الموضوع وبقينا نتابع الموضوع الوحدة الديمجية في قضايا المودة بيننا لما الإخوة في البناء أخذوا الاعتماد ومطولوا عليهم وعطاهم الاعتماد وزارة الداخلية فلما أعطاهم الاعتماد أنا أخذت وفد من الحركة واشتريت باقة ورد كبيرة وحلويات ورحت هنأتهم رحت أنا لم أتيكم من أجل الملف الوحدة أنا على بري بموقفكم أنا جاءت لتهنئتكم ولتكون بيننا وبينكم مودة ولكن مع ذلك نزلنا مصرا على الوحدة فالوقت الذي تريد الوحدة نجاهز يعني طبعا كل مرة يقول إذا تحب الوحدة المسألة ليست عندنا الساحة في الجزائر وفي كل قطر عربي تكفي للجميع صحيح إذا كان الناس كفوا أذاءهم عن بعضهم والبعض كما ذكرت هذا نحن ماشيين فيه لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر وكل واحد يشتغل إذا كانوا يريدوا الإصلاح من يكره أن تزداد أعداد من يرغبون الآن حركة الإسلامية صارت أنضج بل طبقة السياسية في الجزائر كلها صارت في حالة نضج كبير الآن الملف الذي رأيها ماشي وساخن هو الملف مع الأخوة في التغيير لا أريد أن أعطي تفاصيل في هذا الموضوع لأننا متفقين بأننا نتحدث في التفاصيل في هذه المرحلة ونحن لا نريد أن نصيدهم صحيح لكن لنشدوا على آياد الموضوع ماشي وكان آخر تدخل الأستاذ الددو قبل فترة قليلة زاد راجع الموضوع ونحن إن شاء الله نسعي فيه صعوبات 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 الحق جادة ولكن إن شاء الله نساء الله ربي سلم وستتضح الأمور في المستقبل المهم المحصلة النهائية أن الأجواء صارت أجواء طيبة داخل الحركة الإسلامية وصار فيه تواد وتواصل وراح الاحتكاك والاحتقان كل هذا ما بقي على الإطلاق والحركة انطلقت في عملها لتجسيد هذه المشاريع الأربعين لدينا في حق 60 المشروع ربعين المشروع هو عن طريق الحركة المشاريع الأخرى بالشراكة مع غيرنا أو بتحفيز غيرنا يعني لما تتحدث أنت مثلا يعني على مثلا تحدث على مجال الإعلام يعني الحركة لا تستطيع أنها تقوم بالإعلام بنفسها لذا يتطلب مال كبير أنت تحفز رجال الأعمال يعني وهذه نجحنا فيها يعني في بعض إخوان القريبين منها بالأعضاء من الحركة الأخ جعفر شلي يعني أسس فضائية كبيرة يعني قناة الوطن الجزائرية يعني وقناة يعني كبيرة تعرف صعوبات كبيرة نسأل الله إن شاء الله يفك كل هذه المشاكل يعني عندنا كذلك مشاريع فلسطين نحن نشترك مع غيرنا في الموضوع في قضية فلسطين يعني المشوار كبير بالنسبة للحركة يعني الخاص والعام يعلم بأن المرجع في القضية الفلسطينية في الجزائرية حركة المجتمع منذ زمن يعني منذ منذ مجيء بوتفليقة في بداية العهد الأولى التاعو يعني كان فيه نوع قبل انتفاضة الأقصى يعني كان فيه توجهنا التطبيعين يعني قصة المصافحة الشهيرة رئيس بوتفليقة مع باراك أوباما وكذلك دعوته لأوريكو ماسياس هذا مغني مشهور فرنسي صهيوني معروف يعني صهيوني ماهي باراك أوباما لا هو صافحة لا مؤستخدم باراك رئيس وزارة رئيس وزارة الإسرائيلي الإسرائيلي باراك باراك نعم باراك يعني أشكرك على التركيز يعني أنا بديت نتعب شوي يعني باراك يعني رئيس وزارة الإسرائيلي يعني المصافحة المعروفة يهود باراك يهود باراك وكذلك دعوته لأوريكو ماسياس كان كذلك في ذلك الوقت يعني عدد من الصحافين الجزائريين في حادثة غير مسبوقة زر إسرائيل يعني فالحقيقة احنا شكلنا في تلك المرحلة وكان في حياة الشيخ محفوظ نهناح ربير رحمه الله في تلك المرحلة يعني احنا شكلنا التنسيقية الوطنية لمناحظة التطبيع وكان فيها شخصية كبيرة بينهم عبد العز بن الخادم كان في تلك المرحلة خارج الحكومة يعني هو على فكرة عبد العزيز بن الخادم بشكله إخوة مسلمين يعني يعني هو شكله متدين يعني صحيح فهو كان معنا كذلك الشيخ شيبان رحمه الله يعني شخصية رئيس جمعية العلماء شخصية كبيرة وعدد من الشخصية الوطنية والتاريخية والثورية يعني وحنا كنا في قلب هذا الحدث مع إخواننا في حركة النهضة وكان لها دور كبير هذا التنسيقيين واستطاعت أن تفسد مشروع زيارة عوري كوماسيخص يعني احنا هددنا هددنا قلنا سنستقبله في المطار بالحجارة سنجمع له أعداد كبيرة وسنستقبله بالحجارة ولن نسمح له أن يدخل الجزائر فألغي المشروع هو كان يريد أن يدخل الجزائر بوهد فيه عشرين واحد هذا ونريكم صحيح قصته كبيرة هذا كان كان صهره صهره اسمه هريمو كان ربي كبير يهودي في قسنطينة كان موسيقار مشهور وهذا كان تسبب حتى لا أطير عليك هذا كان تسبب في كمين لبعض قادة الثورة التحرية على رأسهم واحد اسمه خزندار لأن جب التحرير كانت اتصلت به باعتباره زعيم اليهود تطلب منه أن يبين موقفه من الثورة هل هو مع فرنسا أم مع الثورة أو على الأقل يكون حياد والثورة كانت تقبل من اليهود الحياد على الأقل الحياد فهو قال أعطوني أجل يعني أعطاه أجل أرجع خزندار بعد أسبوع لما أرجع كان هو اتفق مع العسكر الفرنسيين ووقع خزندار في كمين فقتل وهو من معه فقررت الثورة اعدمه واعدمه واعدمه بالسكين في قسنطينة في ساحة من الساحات هذا ريمو قريكم أسياس جاء يريد أن ينظم حفل موسيقي كبير في جزائر الاستقلال وجزائر الشهداء في نفس البقعة التي قتلها فيها ريمو سهره تكريما له تكريما له في نفس البقعة هو وين مقيم؟ مقيم في فرنسا أوريكو ماسياس يعني هو يهودي فرنسي يهودي صهيون في فرنسي معروف يعني موسيقار كبير فتحركوا كثير من الشخصية الوطنية والإسلامية وكذا وقلنا نحن لن نقبل هذا الأمر وأسسنا تنسيقية المناهضة التطبيع وقلنا سنمنعهم من دخول المطار والحمد لله الموضوع رفض وألغيها كلية كذلك كان عندنا شراكة كبيرة في مؤسسة القدس يعني مؤسسة القدس كان فيها مجموعة من المؤسسين في مجلس الأمان أنا كنت واحد منهم وكان معنا عدد من إخواننا في الحركة في وقت شيخ محفوظ نحن أنا حق أظهرت النشاط يعني لبأس به في تلك المرحلة فالشيخ فيصل مولوي كلفني كتابيا بتأسيس الفرع في الجزائر يعني الوطيقة ما تزال عندي يعني فبدأت بتشكيل الفرع وكان أكثر المتحمسين معي والأخ محمد دويبي اللي صار بعدين من عام حركة النهضة يعني فأسسنا جمعية كنت أنا رئيسها والأخ محمد دويبي نائب يعني وبدأنا نشتغل نشتغل في فرع مؤسسة القدس جمعت ما بينهم جمعت ما بيننا بدأنا نشتغل دائما نقول أن المسلمون بينهم قضايا كثيرة خلافية إلا لكنهم يجتمعون على فلسطين صحيح وبالمناسبة في قضية فلسطين هو موضوع يجتمع عليه كل جزائريين الرسميين الحكومة الجزائرية يعني موقفها جيد في قضية فلسطين سوى بعض تفاصيل مثل هذه مثلا ولكن موقف الدولة موقف جيد يعني موقف الشعب كذلك موقف جيد العلمانيين والإسلاميين واليسار واليمين كلهم على القضية الفلسطينية وهذه أثار ثورة تحرية هذه رياح ثورة تعالى تزال موجودة في الجزائر فأحنا أسسنا الفرع بعدين احنا أثناء يعني رفضوا أن يعطون الاعتماد الوزار الداخلي رفضوا يعطون الاعتماد تعفرع مؤسسة القدس يعني وإحنا كنا في التحالف في تلك المرحلة فكنا دائما نعرض الموضوع في لقاء التحالف بحضور رئيس الحكومة وعبد العزب الخادم ويحجي وكذا ونرهقهم بقضية الفرع وهم في آخر المطاف اقترح علينا سيعد عزب الخادم اقترح علينا أن نعيد تأسيس الفرع ولكن ندخل فيه جبه التحرير والأراندي أعضاء من جبه التحرير والأراندي وأحزاب أخرى وكذا إلى خير فأقول نحن جاهز ما في معنى وليش بالعكس هذا يفرحون فإذا جبه التحرير أعطونا من يمثلهم كان أستاذ صالح دجال هذا واحد من جبه التحرير الأراندي أعطونا من يمثلهم وأعطونا شخص له تاريخ هذا كان طيار وشارك في الحرب ضد إسرائيل يعني كان عنده رصيده في الموضوع يعني عودنا شكلنا الآخر فراموأس القدس وحطينا ثلاث أهدف في سنة وحيدة الهدف الأول هو تشكيل الفرع وتوسيعه الهدف الثاني هو الوقفية التي كان أطلقها الشيخ القرد في كل بلد والهدف الثالث هو استضافة المؤتمر الخامس لمؤسس القدس في قلال سنة بفضل تعالى نجحنا يعني في استضافة المؤتمر خلال علاقات كثيرة سهم مهم أجازوك وعطوك ترخيص ما أعطونا الترخيص يعني استقبلوا مؤسس القدس استقبلوا المؤتمر الخامس شوفوا خصوصية النظام الجزائري استقبلوا مؤسس القدس وكل قيادات الحركة الإسلامية والعالم الإسلامي وخالد مشعل الجميع حضر الجزائر وكان الشيخ قراطي في ذلك الوقت قال هذا أكبر معتمر من معتمر مؤسس القدس لأن الاستضافة كانت كاملة بالإقامة بالتذاكر بكل شيء يعني وكان شيء كبير يعني وكان حضر كل قيادات فلسطين يعني الشيخ صيام رحمه الله وزير داخل السابق يعني سعد صيام الوزير الداخلي الموسى أبو مرزوق خالد مشعل مهم عدد كبير من قيادة حماس يعني وكثير من القيادات وأسسنا كذلك وعاد عندنا كذلك وقفية الوقفية الوحيدة التي نجحت في مشعل خلينا نأخذ فاصل عشان تشرح لي بعد الفاصل لماذا لم يعطوكم الترخيص حينما يبدو تكمين الأفواه سياسة ثابتة وحينما توضع الحواجز أمام الآراء تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن آرائهم بحرية تامة الرأي الحر فضاء حد الزماء يأتيكم في الأوقات التالية في أمر أولي الأمر حق ضائع قضايا لا تكشف ومصائر في مهب الريح حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات إذن دكتور عبد الرزاق في مؤتمر القدس الذي نظمتموه في الجزائر كان حشدا جماهيريا دوليا ولكن بالرغم من ذلك لم تمنحوا رخصة لفرع مؤسسة القدس لماذا؟ هذا السلوك موجود عند النظام السياسي هو دائما يميل إلى ما يسمى بالفرنسية الانفورمال يعني الغير الرسمي ويدعوك تشتغل هل يمكن أن يكون في جهات تدخلت لمنع ذلك؟ لا هم يخافون من غضب جهات ما فهو يقول لك اشتغل انا لا أبحث اشتغل كما تريد يعني هم يعلمون بالذي نحن موجودين فرع مؤسس قدس ونشتغل ونشتغل في ظل جمعية العلم المسلمين جزائرين لأن طاقم جمعية العلم المسلمين طاقم مؤسس قدس طاقم كبير جدا رئيس الفرع هو رئيس جمعية العلماء المسلمين شيخ شيبان عبد الرحمن الشيبان رحمه الله ونائبه الأستاذ مهري عبد حميد مهري من العام السابق لجبه التحرير شخصية كبيرة ليس شخص بسيط كذلك الشيخ شيبان شخصية كبيرة جدا والنائب الثالث هو بوزغوب اللي هو هذا الطيار السابق رجل كبير في السن وشارك كذلك في الحرب عنده تاريخ نضالي عنده تاريخ نضالي كبير والنائب الرابع اللي هو الأخ عبد حميد مداود اللي هو من حركتنا وأنا كنت الأمين العام بالطبع أنا بالنسبة لي هذه فرصة في حياتي كبيرة جدا أنا اشتغلت مع عقامات مثل هؤلاء هذا شيء بالنسبة لي لا يوصف والاستفادة التي سفت من هؤلاء والاستماع إلى القصص التي حكوها عن الخبرة وعند تجربة زادت في رصيدي بشكل غير مسبوغ في الحقيقة كانت من أهم محطات حياتي هذا العمل في مؤسسة القدس مع هؤلاء وكان من أشخاص الأساسيين أخ محمد دويبي الذي كان المدير التنفيذي أنا كنت الأمين العام هو مدير التنفيذي كان له بلاء كبير جدا ونحن نشتغل عادي تصور تصور مؤسسة فيها هذه القامات لا يوجد الاعتماد شيء ما يخطرش في البال ولكن تركينا نخدم يعني لا يفرق كثير هو يمكن الاعتماد يعطيك ونوع من الحماية القانونية في المشكل المالي فقط الاعتماد أنت تدير التحويلات تجمع التبرعات ولكن اتفقنا مع الشيخ شيبان أن نشتغل قانون تحت عباءة جمعية العلوم والمسلم الجزائري فكأنها فرع منهم وكأنها فرع منهم وأسسناه المهم أن نخدم فلسطين نخدم فلسطيني والحمد لله مؤسس قدس غطت مشاريع كثيرة وصارت من أنشط الفروع على مستوى العالمي من أنشط الفروع وهو الفرع الوحيد الذي أتم بناء الوقفية لأنه كانت الوعود من كثير من الدول في آخر لوطاة في البلد الوحيد الذي أتم وانه هي وقفية عندها سبع طوابق ولكن لازم نعاني من القضية القانونية لأن مؤسس قدس ليست عندها وجود قانوني إلى الآن ما زالت الوقفية باسم جمعية علماء ولاقيين بعض المشاكل وكلاك إن شاء الله ستحلل المشروع الثاني الكبير الذي اشتغلنا فيه مع التيار الإسلامي وهو أسطول الحرية أسطول الحرية يعني كان كذلك تعرف حدث عظيم وحدث كبير أسطول الحرية بدأت أحنا كنا نحضر دائما في اللقاءات الدولية لفلسطين وبدأت تظهر فكرة كسر الحصار عن طريق البحر كانت في مؤتمرات من المؤتمرات أعتقد في اسطنبول أو لا أذكر فيه بدأ التفكير بأن يكون السفن تكرى يعني كراء السفن والانتقال اللي كسر يعني استأجروها استأجروها ونحن الجزائر تعهدنا بكراع سفنتين بعدين الموضوع من نجح صار صعب كراع السفن وكذا حتى دخلت إياها على الخط اللي هي التركية وظهرت فكرة شراع سفنة كبير جدا فنحن قررنا أن نشترك في أسطول الحرية وشاركنا بسفنة لوحدنا لأن كانت هناك سفنة مرمرة الكبيرة وعدد من السفن الأخرى وطلعتوا بسفنتكم نحن طلعنا بسفنتنا سفنة بضائع تعشحن هي أكبر سفنة بعد مرمرة السفنة كانت الجزائرية خالصة وكذلك ساعدنا الأوروبيين في شراء السفنة ساعدناهم ماليا لأننا لما أطلقنا حاملة التبرعات كان إقبال كبير شاركنا من حيث العدد كنا والأردنيين نفس العدد ربما كنا زيدين عليهم أعتقد بواحد وبقينا إلى الآن كفارة صيريهان بيننا وعند الأردنيين في السباق لخدمة فلسطين بكل تأكيد سيسبقوننا نحن لن نقدر عليهم ولكن لازم نقاوم لازم نقاوم كانت مشاركتنا في أسطول الحرية مشاركة كبيرة أعتقلت فيما أعتقل نعم أعتقلنا نعم أعتقلنا لأننا كنا عالمة مرمرة أعتقلنا في السبع في فلسطين يعني يعني أنا كان معي ابني ابني مصطفى وبني مصطفى صارت له مشاكل كبيرة مع الإسرائيليين لأنهم آذوه كثيرا الحق ومنعوه حتى يمشي الحمام يعني منعوه يعني صار يقع له مشكل كبير تعاطف معه بعض الإخوة فمن تعاطف معه كذلك أذوهم يعني وكان معنا الأخ محمد محمد دويبي الأخ محمد دويبي فقد عينه اليمنى لأنه لما أطلق علينا الرأو كان بجنبي أصابته رصاصة في عينه رصاصة مططية ففقد البصر في عينه اليمنى وكان عنده آلم كبيرة آلم حادة في تلك الأيام مسكين فإذا جمعتنا قضية كبيرة فصارت العلاقة بيني وبين محمد دويبي علاقة أخوه وكأنه شقيقي بن أم وآبي صارنا علاقتنا طيبة جدا جدا ورجل فاضل وعايش لفلسطين عايش لفلسطين كذلك اشتغلنا معا بالطبع مساهمة الحركة في أسطر الحرية كانت الأكبر لا من حيث العدد ولا من حيث المساهمة المالية كانت كبيرة جدا بالطبع مشاركتنا في أسطر الحرية ومشاركتنا في فلسطين أظهرت للحركات الإسلامية في العالم أين هو الثقل بالنسبة لحركات الإسلامية لأن في البداية كان فيه كان فيه إرادة لحصارنا دوليا من طرف بعض إخواننا يعني كان حتى طالب من بعض الحركات الإسلامية لا تتعامل معنا وأول من رفض هذا التوجه وما يخواننا في حركة همس أنا أذكر أنه كان فيه وفود برضو من حركتكم جاءت إلى غزة نحن عندنا 30 وفد عدة وفود 30 وفد الحركة شاركت في 30 وفد في كسر حصار غزة نحن كنا شاركنا في الوفود الأولى في مثلا تعشرين الحياة الخمسة اللي كان فيه حادث كبير مع نائب جورج قلوي جورج قلوي يعني وبقينا بقينا في كل ثلاثة أشهر نفس الوفد لغزة يعني من حركة مجتمع السلم نحن الآن عندنا 1500 أخ من الحركة مشاءوا الغزة 1500 واحد عبر كل هذه الوفود يعني ارتباط الحركة بفلسطين ارتباط كبير جدا بالطبع هذا إرث الشيخ هذا وصية الشيخ ربي رحمه برحمة الواسعة وكان عايش لفلسطين وهو يموت لما يفيق ويغيب كان يتحدث على فلسطين الحركة مشاءت على هذا الخط يعني وحنا كنا حتى في وقت الشيخ كنا ماشيين مع فلسطين على طول يعني بالنسبة لي قضية مصرية في حياتي قضية المسألة ليست مسألة يعني عابرة بل هي في عمق عقيدتنا وفي عمق مستقبلنا كذلك كأمة يعني وانا عندي فيها تحليل ودراسة في هذا الموضوع كتبت عدة مرات لماذا نحن نهتم بفلسطين الجزائر والقضية الفلسطينية نعم حركة مجتمع السلم نعم يعني في كثير من التفاصيل في هذا الموضوع وانا كنت أسأل لما كنا خارجين من أسطور الحرية كان الصحفيون يسألون أنتم لماذا جئتم بهذه القوة أنتم يعني بعيدون كل البعد على الفلسطين يعني يمكن يوفهم الأردنيين وانتم لماذا بهذا الزخم بهذه القوة فكنت أجيب يعني بأن احنا مسألة أولا عقيدة ثانيا هي قضية قومية لأن فلسطين هي سبب تخلفنا جميعا وثانيا هي قضية وطنية احنا الجزائر تاريخها مربوط بالقضية الفلسطينية لاعتبارات كثيرة أخشى أن نطيل فيها موجودة في الكتاب على كل حال كل حال أنتم في صور الحرية كان معكم ناس أبعد حتى من الجزائر كان معكم ناس من أوروب كل مكان هو الوفدان الكبيران هو الأردني والجزائري هم الوفدان الكبيران والمساهمة الكبرى بعد الأتراك من ناحية المساهمات هي الجزائر واللي كانت في قلبها لنظمة الحملة وأكبر عدد حركة المجتمع السلم وبعدين بقينا في كسر الحصار وفد وراء وفد ربما هي هذه القضايا اللي راح تساعدكم أيضا في توحيد الصف الإسلامي في الجزائر أن تطرح مبادرات على القضايا التي لا خلاف عليها صحيح التي يمكن أن يجمع عليها الناس صحيح هم اللي متجاوبين معنا كثير في هذا الموضوع حركة النهضة نحن في قضايا فلسطين معهم شيء واحد يعني ومشيين معهم بشكل جيد ولذلك التقرب بينه بينهم كبير وبعدين صار الأمين العام لحركة النهضة هو الأخ محمد دوبي اللي بينه بينه علاقات محبة كبير فهذا الملف في فلسطين نحن ماشيين فيه بشكل كبير وفيه المشاريع الأخرى المتنوعة المتعددة داخلها ضمن هذا التوجه نحن الآن لتطبيق هذه الخطة نحن على خطين نحن على خط سياسي والخط استراتيجي الخط السياسي مبني على تحليل موضوعي يتعلق بالجزائر بأن الجزائر إذا بقي الحكم كما فيها الآن فإنها فيه احتمال كبير جدا بأنها ستصل إلى انهيار من هنا إلى ثلاث إلى خمس سنوات هذا اعتقاد وهذا الانهيار سببه أسببه متعددة لا يسع الوقت الذي بقي لشرحه أولا فيه التحلل وتفكك للدولة الآن بسبب الأجنحة المتصارعة ومرض الرئيس وغير ذلك وكذلك بسبب الوضع الاقتصاد الآن فيه تراجع كبير في إنتاج بيتور الغاز لأن الاحتياطات نقصت والأسعار نزلت والواردات كبيرة 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 جدا فالميزان التجاري متراجع وميزان المدفوعات متراجع وسندوق ضبط الموارد لن يثبت أكثر من سنة ونص واحتياط الصرف كذلك لن يثبت أكثر من خمس سنوات فإذا ما وقعش تغيير الآن مدام عندنا شوية أموال لأن البحبوحة المالية انتهت نظام سياسي يشتغل البحبوحة المالية للاستقرار إذا ما استعملناش ما بقية من مال بيروش بعيد على الفساد البلد سيؤدي إلى انهيار نظام سياسي ضيع لنا فرصة كبيرة خمسة السنة هذه انفقت 800 مليار دولار ولم يصل معدل النمو لم يصل أبدا 4% وبقية الجزائر في 98% المداخلة من بيترول الغاز 70 إلى 77% من احتياجات الأسر والمؤسسات من بيترول الغاز و70% من أجور العمان من بيترول الغاز الوضع هش جدا جدا يعني أنه جزائر يعتبر بلد ثري بدون البترول والغاز يعني كان بالإمكان لو أنه في خطة اقتصادية صحيحة صحيح يقوم بذاته وبزيادة للأسف الشديد احنا في الثمانينات كنا في نفس المستوى مع ماليزيا مثلا ماليزيا شوفين وإحنا وين الثمانينات نفس الشيء في أندونيسي يعني يعني هذا الأمر هذا نحنا تحدثنا فيه كثير يعني وفي حصة كنت يعني درتها والحوار سجلتها فيها التفاصيل تعالى الموضوع يمكن المشاهد يرجع إلى هذا الحصة يعني فيها تفاصيل لشرح هذا الوضع السياسي نحنا رأينا وفيه رأينا بأن هذا الشأن السياسي لا نقدر عليه وحدنا لا بد أن نشتغل مع الجميع فبدأنا التوجه كحركة نحو العمل مع كل طبق السياسي المعارضة فشكلنا تنسيقية صلبة اللي هي تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي لفيه الحركة والنهضة وجبهة البناء والتنمية تعبدالله جبرلا وحزب علماني عتيد ومن أكبر أحزاب التطرف اللي هو التجمع للثقافة الديمقراطية زيد رأيس حكمة سابق يعني له كفاءة عالية في الاقتصاد وسط عبد البيتور وحزب جيل جديد ثم نظمنا ندوة ندوة مزافران في 2013 التي حققت إنجاز غير مسبوق لأول مرة المعارضة تجتمع بهذا الشكل وهو نموذج يفكر في عقد روما اللي كنت حدثت عنه ولكن هذا يختلف عنه أنه أكبر بكثير وأنه في الجزائر وأنه في الجزائر واتفقنا على وثيقة كتبناها وثيقة كتبناها وهي وثيقة حرية الانتقال الديمقراطي والمعارضة كلفتنا بأن نسلم هذه الوثيقة لرئيس الجمهوري ونحن نسلمناها لرئيس الجمهوري ندعوهم فيها إلى التوافق على الانتقال الديمقراطي نحن الآن البلد مقبل على مخاطر كبيرة جدا ولن يستطيع أي طرف وحده أنه يمنع البلد من هذه الأوضاع المقبلة نحن ندعوك إلى التوافق ماذا كان ردهم إلى الآن لم يردوا بل طبهم عندهم مشروعهم الخاص يعني كعادتهم هم يريدون إطلاق مشاريع فوقية ويستوعبون الناس ضمن هذه المشاريع فأطلقوا مشروع بديل لمشاريع المعارضة وتعديل الدستور الذي نسوه يعني كان هو وعد بها رئيس الجمهورية بأن يكون في آخر سنة 2011 فلم يفي بوعده ولم يعدل الدستور وبقي الدستور هكذا في كل مرة يخرجه كوارقة لمواجهة المعارضة إلى اليوم فأخرجوا لما شافوا المعارضة اجتمعت أخرجوا وثيقة تعديل الدستور ودعوا المعارضة للتشاور التشاور مع النظام السياسي بشأن الدستور فاتفقت المعارضة التي تشارك في المشاورات وهذه أول مرة النظام السياسي يفشل في اختراق يعني أنتم أجمعتم فيما بينكم أجمع عن المعارضة ألا نشاركوا ولأول مرة النظام السياسي يفشل في أنه يفتت المعارضة وأنه يقسمها يعني عدد قليل يشاركوا يعني مثلا الأخوة في الجبت تغري شاركوا في المشاورات يعني جبت قوار اشتواركية شاركوا في المشاورات ولكن الأغلبية الساحقة لم يشاركوا في هذه المشاورات وأصررنا على على مشروعنا يعني مهم رؤيتنا هو على المدى القريب هو توسيع مجل الحرية على المدى المتوسط هو الضغط على النظام السياسي ليقبل التوافق ليقبل الانتقال متوافق عليه بالحوار السلس وعندنا حليفنا الموضوع هي تطورات الاقتصادية الاجتماعية التي أصبحت لا تخدم النظام السياسي أصبح يشعر بكثير من الانزعاج لأنه بدأت موارده تنقص تجف يعني بدأت تجف يعني فإذا تعقل ورشد يعني فهذا شيء جيد إذا لم يفعل هذا فسيؤدي بالبلد إلى وضع خطير يشبه 86 كنت قد حدثتك عنه 86 لما نهرت أسعر البترول ومشينا إلى أكتوبر 88 فإذن الأمر مرشح بأن يتكرر من جديد لا سيما وأن الآن نحن في واقع جديد أن اللي يملؤون الشوارع هم شباب لم يعيشوا المأساة الوطنية التي عشناها نحن اللي زاد في التسعين اليوم مره في عمره 25 سنة فهؤلاء غير معنيين بعد الخوف والرعب الذي موجود عندنا ولا يشعرون بالمسؤولية مثل ما نشعر بها نحن والآن هناك توطرات كبيرة توطرات كبيرة في الجنوب الجميع يعرفها توطرات في غردايا توطرات هنا وهناك في الولايات بأي مناسبة فإذن نحن نتوقع بأن نظام سياسي سيؤدي بالبلد إلى وضع صعب فالآن نحن ننسق معا في المعارضة للتحوط لهذا اليوم درسنا الربيع العربي ورأينا بأن ما حدث في تونس وما حدث في ليبيا وما حدث في سوريا هو بسبب أن النظامين في هذين البلدين ألغي كل المؤسسات الوسيطة بين الشعب والدولة فلما وقع الانهيار وقع هذا التفلت وظهرت معارضة لا يعرفوها أحد واخترقت من كل من كل دول من كل استخبارات العالم وعندنا التجربة التونسية التي لا يستطعوا مهما يكون أن يتوافقوا يحفظوا استقرار بلادهم نحن نعد أنفسنا كمعارضة نعرف بعضنا البعض نركل لبعضنا البعض نتفق على أرضية مشتركة نتفق أن لا نتصارع على الحكم إذا ما انهارت النظام السياسي بأن نتعاون جميع الاحتضان بلدنا ونسير مرحلة انتقالية بالتوفق إذا نحن أضبطنا في الحركة خط السياسي ورؤيتنا صارت واضحة في الخط السياسي فالخط الاستراتيجي كما قلت لك أوضعنا أربع المشروع على المحور يمكن نختم بهذا على المحور السياسي على المحور السياسي استراتيجي على المحور الدعوي وعلى المحور المجتمع على المحور السياسي الآن نحن بصدد إعداد ما يسمى عندكم هنا في بريطانيا بحكومة ظل نحن نعمل على إنشاء حكومة تكون ناضجة منها على ثلث سنوات تكون جاهزة للحركة جاهزة كل حكومة كل قطع وزاري تقابل لجنة متخصمة للحركة ونعتمد في هذا على وزراء السابقين وعلى إطاراتنا التي كانوا في الدولة سابقين اللي رأم الآن في الدولة لا نحرجهم لا نحرجهم لأنهم عندهم مهمة ولكن عندنا إطارات كثرة موجودين في الجامعات موجودين في كل مكان عندنا إطارات كبيرة لكل لجنة قال مثلا الفلاحة عند لجنة متخصصة الطاقة عندنا بيت خبرة متخصصة التعليم إلى آخره والحمد لله انطلق هذا المشروع ويشتغل بشكل جيد عندنا كذلك عندنا معهد للتكوين السياسي عندنا مشروع كبير نسميه مشروع الوعي للعمل الجواري أن كل شهر يخرج إخواننا في عمل جواري للاتحاق لاحتكاك مباشرة بالجمهور هذه الحالة ليست موجودة عند الإسلاميين وما دائما مكافئين على أنفسهم في خطاب خاص بهم نحن قلنا إخواننا المناظرين لا بد أن تتحولوا إلى حزب سياسي يتصل بالناس وعلى الصعيد الدعوي نحن بصدد تأسيس منظمة دعوية نطلقها تصبح حرة مستقلة ولكن نساهم لإعادة بعث الدعوة الوسطية لأن الآن الدعوة الوسطية تراجع وجودها في الساحة ورصدنا ما يجب من موارد بشرية في هذا الموضوع ونحن نأمل أن من على عشر سنوات تكون هذه المنظمات الدعوية هي الأكبر في المجتمع وأكثر قوة من الأحزن هل لديكم ما يكفي من الدعاء لمثل هذا العمل أو لديكم أهل الناس نحن بدأنا نشتغل النوات الأولى سبعين داعية سبعين داعية وبدأت تجتمع وبالطبع في المستقبل لن يكون فيها فقط من الحركة لما تكبر وتنجح كل من تنطلق وتمشي وعندنا مشاريع أخرى مثلا مشاريع النهضة بالقرآن التي يقودها كثير من الشباب عندنا مشروع الحملات الدعوية مثل ما ينزلوا الشباب في العمل السياسي ينزلوا كذلك في العمل الدعوي متخصصين في هذا الموضوع وعندنا لهذا الإطار منظمة خاصة تسمى رشد رابطة شباب الدعاة وتشتغل وعندنا فريق عمل في قرب 60 شاب من مختلف الولايات ويشتغلوا في هذا الموضوع على المستوى للمجتمعي عندنا مجلس المؤسسات وهو مركز التفكير والتدبير لدراسة المجتمع المدني وتحديد الاحتياجات على المجتمع المدني وتدريب من يشتغل في المجتمع المدني وغير ذلك وعندنا منظومة شبابية كبيرة جدا هي الحركة معروفة بأنها تطلق مؤسسات وبعدين تخليها تشتغل ضمن النمط الشبكي وليس الهرامي يعني تصبح المؤلمة يعني أنا عندي نظرية كتبتها في سنوات الماضية نظرية قطع الحبل الصري أن التنظيم حينما يؤسس الجمعية لابد أن يقطع الحبل الصري يعني يعطيها الحرية لتنطلق الجمعية يعني علاقة التنظيم بالجمعية كعلاقة الولدين بالابن تنشأ بشكل شرعي تفكير جيد ضمن ثوابت الأمة تبقى في بطن الحركة لشهور يعني حتى تنظج إذا خرجت قبل إذا ولدت قبل الوقت مثل الابن الذي يخرج من بطن يومي قبل الوقت ولكن لما يخرج من بطن الحركة لابد أن يقل عابل الصري وإذا استطعت الحركة أن ترضع هذه الجمعية حوليني كاملين لمن أراد المتمرضاء إذا توفر ذلك فنحرج في ذلك ثم تبقى علاقة التربية وعلى أن تجتهد الحركة يجتهد التنظيم أن يجعل هذه الجمعية تجد قوتها وتجد وجودها من المجتمع حتى إذا ما كابرت هذه الجمعية تصبحها كذلك تليدي وهكذا يقع التطور أما التنظيمات التي تؤسس مؤسسات وبعدين تبقى تحضينها ولا تستطيع وتراقبها فهذا لا هي تنجح وتصبح كذلك التنظيم ثقيل جدا وهذا نسميه النمط الشبكي نحن عندنا نظريتين أساسيتين في المراجعات نظرية الفصل الوظيفي بين وظائف العمل الإسلامي ونظرية الانتقال من النمط الهارمي إلى النمط الشبكي يعني العمل عن طريق التشبيك فعندنا العديد من المؤسسات ننظم ونطلقها فيها خبرة قديمة وطورناها أكثر مثلا الاتحاد أساسات الحركة ولكن أطلقته في الجامعة ويتخذ قاراته مستقل يعني نحن نعاونهم إذا كان أزمة أو كذلك وآخرين عندنا كذلك الآن هذا اللي كنت حدثتك يعني على أكاديمي الجل ترجيح أسستها في وقت كنت يأس من إمكانية الخروج من المأسق الذي كنا فيه قلتنا إذن أساهم بإعطاء بديل درست ما هي مشاكل القيادة عندنا وجد بأن مشاكل القيادة في الحركة وفي العالم إسلامي أربعة إما مشكل فكري وعلمي يعني مستوى فكري وعلمي ضعيف إما أنه مشكل سلوك مشكل تربوي أو أنه مشكل مهارات يعني قد يكون القائد يعني عنده عنده علم وعنده سلوك طيب ولكن عنده مهارة يعني أو سبب فاعلية أنه عجز وكسل وغير ذلك يعني فإذن اقترحت برامج على هذه المحاور الأربعة تطبق في فضاءات ستة اللي هي الدورة التربوية الشهرية نرسل للشباب كل أسبوع حزمة معارفية نصها من العلوم الإسلامية ونصها من العلوم الاجتماعية يعني علم اجتماع اقتصاد علم سياسي إلى آخره منطق إلى آخره وفي الدورة التربوية فيه امتحان بسيط فيه تحفيظ القرآن الكريم فيه عصف ذهني نربيهم على التفكير وحل المشكلات وكذلك وكذلك إلى آخره وتدريب على القيادة المختصرة في خمس دقائق يجب أن يخطب خطبة ويتوقف ثم فيه الدورة التدريبية حول المهارات القيادية وشكنا لذلك بنصيحة من أستاذ الحمادي الذي قال لي إذا أردت أن تنجح في التنمية البشري عليك أن تشك أن يكون لك الاكتفاء الذاتي وإلا الكلفة المالية كبيرة فعملنا بنصيحتي وصار عندنا الآن 150 130 مدرب شاب ثلاثين منهم ناجحين ناجحة كبيرة والدورة التدريبية الزيارات واللقاعات شباب اللقيهم مع بعض يزوروا اللقيهم مع الشخصية الأكثر منهم مع العلماء مع الدعاة وكذلك الالتصال الإلكتروني ندربهم الالتصال الإلكتروني والفضاء الأخير وهو الفاعلية الفاعلية هذه نطلق فيها مشاريع عندنا العمل العمل الأفقي فيه الحد الأدنى من مختلف العمول العلوم ونطلق مشاريع مثلا مشروع التنمية البشرية اللي يظهروا عندهم كفاءة في هذا المضوع نطلع بيهم عمودي ونقس بيهم مؤسسة ثلاثين نطلق مشروع في المسرح اللي تظهر عندهم كفاءة في المسرح نصعد بيهم أفوقيا ونركز عليهم التكوين في اختصاصهم اللي يظهر عندهم كفاءة مثلا في الإعلام نصعد بيهم اللي يظهر فيهم كفاءة في التصوير وفل الرسم ونصعد منه فصار عندنا تقريبا الآن واحد العشر فرق عمل متخصصة وصرنا نمشي ضمن ما ينسبه بنظرة القيادة العام والقيادة الخاصة الشباب اللي تظهر فيهم مواهب متعددة يعني مؤهلين لقيادة المنظمة الكبرى هذين ديروا لهم مؤتمر سنوي هذين المتميزين نحظوا في عديد من الدعاة أخرها كان في إسطنبول واللي عندهم موهبة خاصة ديروا لهم ملتقاية سنوية في الاختصاص تدريب في الاختصاص نحن نحتاج إلى ملتقى خاص للحديث عن هذا بالتفصيل انتهى وقت المراجعة كلمتين آخرتين إذن هذه المنظومة الشبابية فيها منظمات أخرى فيها المنظومة النسوية كذلك المهم على مستوى الخطر المجتمع المدني عندنا العديد من المؤسسات المهم الخلاصة لأنهي الكلام الآن الحركة بفضل الله تعالى لها حضر قوي في الشأن السياسي وهي مالي الإعلام يومي وحاضرة في ذهن كل المراقبين السياسيين الآن في الجزائر وهي تتجاوز أزماتها وحتى الصور النمطية التي كانت موجودة عليها بفضل الله وعلى الخطر الاستراتيجي نحن الآن شغالين بفرق عمل كثيرة وثمانين في المئة من جهدنا هو الخطر الاستراتيجي والحمد لله البيئة تحسنت ونسأل الله أن يتقبل منا إن شاء الله وأن يوفقنا بإذن الله وأن يجهد العمل هذا إن شاء الله في ميزان الحسنات وأن يجهز كل من سهم فيه وأن يجعله لصالح البلد ولصالح الأمة بإذن الله وأن نشكرك على هذه الفرصة الثمينة التي أعطيتها لنا وبرك الله فيك ونأمل أن يكون لنا لقاء آخر بعد أن تعرض هذه المراجعات عادة إذا كانت ظروف الضيف مناسبة نلتقي معه على الهواء ليجيب على تساؤلات وتعليقات المشاهدين شكرا لك وأنا شكر لك على حضورك معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك